مرحبا بكم مشاهدين لحبة وفي حلقة جديدة من حلقات مرنامج مطباق خدون لهذا اليوم والأطباق والأكلات التي سأقدر أقدمها لكم خلال ساعة كاملة كل مهمة للأطباق ستكون سهلة بسيطة سريعة وأيضاً ستكون صحية على اليوم سنرى ما الأطباق والأكلات اليوم سنفعلها سوية خلال ساعة كاملة اليوم سيكون في عدة خضار محشية لكن بها مادة كل مهمة وهي الزيتون سنرى بكم كيف نفعلها طبعاً هذا النوع من الأطباق لدي أرض شوكي لهذا اليوم بالبيتنجان سنفعلها تقريباً مثل بابا غنوج لكن سأخذي له أرض شوكي هذا هو الأرض شوكي اليوم سأستخدمه طبعاً أكيد مفيد جداً للجسم وأيضاً أبو أبو مفيد أيضاً للجسم ولكن للجسم أيضاً بطاقة وفيتامنات الأرض شوكي لهذا اليوم سيكون مهم جداً لأن أقدمه لكن أقدمه مع البابا غنوج سأقول لكم لماذا أنا أحبت أن أمزج البابا غنوج مع الأرض شوكي بعد ذكروني بها حتى أقول لكم لماذا كنافة بالجوز لهذا اليوم لدي خلطة كنافة التي هي شعريتي الكنافة لكن لو شوفوها هنا كالوزني عليها بها جوز يعني خلطت معها الجوز الطريقة كل جميلة أيضاً جديدة حتى نقدر نحصل على طعم وناكل طيبة للكنافة ليس شرط أن تكون محشية بالجوز لا ممكن أن أخلي بالتغليفة أيضاً شوية جوز جميلين طبعاً أكيد هذه الأطباق هي اللي راح أقدر أقدمها لكم لهذا اليوم هي عبارة عن خضار مثل ما قلت معشية لهذا اليوم راح تكون في عندي أيضاً راح يكون في عندي هنا الأرض شوكي مثل ما قلت راح أقدمها مع البابا غنوج وحكلكم ليش طبعاً وعدي أختم الحلقة لهذا اليوم بالكنافة الكنافة لهذا اليوم أيضاً راح تتغلف بمثل ما ذي كارت راح تكون مغلفة بالأجوز هذه الطريقة والمقادير راح أعملها أكيد بطريقة كلش بسيطة لكم اليوم طبعاً أكيد أحبت المشاهدين في عدنا صفحة خاصة لاستقبال كل صور طبخاتكم وأكلاتكم أكيد أدنا أيضاً مسابقة جميلة جداً ممكن نقدمها لكم من مطبخ خلدون من قناة الفلوج الفضائي وإضافة وإعطاء تقريباً تلت جواز قيمة حلوة بسيطة تكون خاصة بالمطبخ كل مهنالك أنه أنت تشترك ويانا في البرنامج عن طريق إرسال صور طبخاتكم أو فيديوهات خاصة بأكلاتكم وطبخاتكم ونحن بالمقابل سنعرضها على الصفحة طبعاً لا بس نعرضها على الصفحة وأيضاً سنعرضها على الشاشة ويانا وستكون أنت ضيف ويانا لذلك سيكون في عدنا تقريباً 10 ضيوف يومياً سيكون موجودين ويانا اليوم الضيوف الأشر اللي يوجدون ويانا اللي جاءونا بطبخاتهم وارسلونا طبخاتهم وأكلاتهم الجميلة جداً يوم عندي سارة من الأنبار عندي أم عباس من بغداد عندي أم قاسم من كربلا آمنة من الفلوجة حامد الجميلي من الأنبار روعة أحمد من الموصل محمود من الرمادي مريم من بغداد مصطفى حكمة من الرمادي ويسر العبدالله من بغداد كل هؤلاء اشتركوا ويانا بصور طبخاتهم الجميلة جداً اللي راح أعرضها على الشاشة مثل ما قلت هيا أنت مو بس أن تكون أنت ضيف أو مو بس أنت تكونين ضيفة ويانا وإيضاً ممكن تربحين ويانا بجائزة كلش حلوة مثل ما ذكرت مقدمة من بطبا خدون بالأطباق والأشياء اللي ساعدكم بصنع أطباق أكيد جميلة حتى ترسلونا آخر شيء الصور اليوم عندي الخضار لهذا اليوم راح تكون في عندي الخضار أكيد مشكلة في عندي الفلفل في عندي أيضاً بوتيتا وفي عندي هنا أنا مثل ما يشوفون راح يكون في عندي هنا بيتنجان لكن هذا البيتنجان سيكون مجفف طبعاً نقع بماء ساخن حتى أقدر أن أسوي بطعم ونكرة كلش طيبة بالإضافة أيضاً راح يكون في عندنا شوية رز وراح يكون في عندنا مع جون الطماطع أو صلصة الطماطع اللي راح تكون هي أنا طبعاً أكيد هنا مثل ما تشوفون راح تكون تقريباً هذه المواد جداً بسيطة وسهلة لصنع طبخة لهذا اليوم راح تكون كلش مميزة بنكتها وأكيد طعام تقريباً مثل دون ما راح نسوي لكن بدون ما نستخدم اللحم راح نستخدم خلطة كلش طيبة اللي هي طبعاً أكيد الخلطة هذي ستكون متكونة من الزيتون طبعاً أكيد المقادير أيضاً مثل بنواهت لكن قبلها أيضاً ننوه مرة ثانية الاشتراكات هذه اللي ممكن تزون صوركم عليها ممكن على عنوان الصفحة اللي راح يظهر أكيد أسفل الشاشة وممكن أيضاً شوفكم الصفحة راح تظهر أيضاً على الشاشة النوان ممكن ترسلون هذه الطبخات وهذه الأكلات حتى أحنا بالأخير نعرضها لكم طبعاً أكيد الهدف من هذا الموضوع هو أن نشوف 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 الطبخات مالتكم وأيضاً نشوف أكلاتكم حلوة وبخاصة لما يكون بها سمتش أكثر شي تتجين بها دولمة أكثر شي تتجين بها كليتشا لكن نحب نشوف السمتش طبعاً أكيد أحبت المشاهدين نترك السمتش ونجي أنا قريب تذكروني به ليس قرأت أنا بابا غنوج وأخلطت مع الأرض الشوكي نحن بالمطبخ العراقي بالأخص نحب البابا غنوج الأغلبية أعتقد أن تحب البابا غنوج البابا غنوج هو نوع من المقبلات والسلطات التي تقدم في المطبخ العراقي ويكون جداً محبوب لماذا أنا عفواً أن خلطت الأرض الشوكي مع البابا غنوج أن أن الأرض الشوكي أنا أحس أنه لا يوجد محبوب أكثر بالمطبخ العراقي لا يوجد استخدامات هواية لا يوجد استخدامات كل شيء هواية كيف سأتقبل طعمه؟ وكيف سأتقبل طعمه؟ أكيد عندما أخلطه بشيء كل شيء هواية مثلا أنه أخلطه بالباب غنوج سيكون طعمه كل شيء طيب أو إذا خلطت مع ساطر بيتنجاني سيكون طعمه كل شيء جميل سأتقبل الآن وسأستقبل طعمه وإن كان جديد لكن الهدف من هذا الموضوع أنه هذا الموضوع هو كل الصحي لكم لأنه يحتوي على قيمة غذائية كل شيء عالي وأيضا يحتوي على طاقة وأيضا يحتوي على بروتينات كل شيء مهمة للجسم لذلك أنا حبيت أنه دخل المطبخ وأخلطه بشوية سلطات أحنا نحبها لذلك كان كل شيء مهم أنه أخلطه مع الباب غنوج أما الكنافة لهذا اليوم فرح يكون خلط شعرية الكنافة بالجوز طبعا أكيد أطحنهم سوية مع بعض من بعض وبعدين أقدمهم بهالطريقة هذه كنافة حلوة بسيطة نعملها اليوم بالطريقة التقليدية المعروفة لعمل الكنافة عندي أيضا شوية جبن وعندي أيضا خلطتهم مع الشعرية مثلما تشوفون هذي جبن وهذه الشعرية نوع الجبن استخدمته اللي هو جبن العكاوي وممكن أيضا نضيفه شوية من جبن الموازر الله رح نسوها أيضا شيرة رح تكون شيرة متكونة من هذه المواد البسيطة لا تنسون أيضا الزبدة اللي هي طبعا أكيد كل شيء مهمة زبدة الحيوانية أو الزبدة اللي تكون بها طعم الدهن الحر لذلك ستكون موجودة نعمل طبقاتنا لهذا اليوم ستكون جدا بسيطة نبدأ بالخضار لهذا اليوم اللي ستكون عندي خضار محشية بها البتنجان وبها الفلفل وبها أيضا بوتيتا لكن رح نشيهم مع بعضنا بعض يلا نشوف المقادير دائما نخل المقادير عليكم وتركوا الطريقة علينا نبدأ بأول مادة في عندي يلا نشوف شنو الأول مادة رح يكون بطاطا أربع حبات يا عيني يا سلام سلم اللي بعده رح يكون في عدي بيتنجان مجفف تقريبا خمس حبات يلا تقريبا خمس حبات حلوين أيضا رح يكون في عدي بوصل لواحد حبات رح نستخدم ناكي ثوم ثين فوس ثوم مادة نوس فلفل أخضر ثم حبات وأيضا صوص طماطا اللي أيضا سيكون مهم جدا اللي يكون موجودين شوية صوص طماطا حلوين وأخذ أيضا شوية مي حتى أنه أفور آن البيتنجان اللي عندي هذا مجفف رح نشوف لكن بعد ما أنه أضيف المي على النار وأتركها لحد الغليان طبعا هذا البيتنجان يكون مجفف تعالي من هنا لا أعرف نستطيع أن نأخذها بهذه الكاميرا لو صعبة هذا هو البيتنجان مجفف يكون هذا الشكل هذا الشكل طبعا نحن نقع بالمي الحار الساخن وبعد ذلك أستطيع أن أضيف الحشوة أكيد ولا أربعة من العدد لذلك اليوم سأفعله بهذه الطريقة البسيطة جدا مثل ما قلت لكن أحتاج إلى أن يكون هذا الماء يغلي سأخذي له شوية ملح و شوية فلفل حتى يكون طعم طيب للبيتنجان دلعني بشوية ملح خليت شوية الملح حلوين و رح تركلي حد ماء يغلي سأخذي الحشوة مثل ما ذكرت أن الحشوة ستكون سهلة التحضير سأخذي مواد كثيرة حتى يكون حشوة طيبة فيها الزيتون زيتون بها مادة أساسية طبعا نكهة الزيتون الأسود أو ممكن استخدام منه نكهة ممكن أخلي زيتون أسود ممكن أخلي زيتون أخضر عادة جدا سيكون حسب الرغبة ممكن استخدام نوع الزيتون لكن أنا أحبت أن أضيف الزيتون الأسود لذلك أول مادة سيكون الزيتون قبل أن أضيف الزيتون دعنا نرى كل المقادير تقريبا هي سهلة و كل المقادير هي تكون بسيطة وكل سريعة مهم أن تهتموا بالتفاصيل الجميلة هذه تقريبا المواد التي ذكرناها كلها موجودة بعمل هذا النوع من الأطباق أولا مهم أن يكون في عندنا صنع الطبخة هذه وهي بسيطة بسيطة حاولوا تكتبون المواد من بين ما نعمل مثل ما ذكرنا الحشوة التي ستكون أكيد من الحشوات السهلة جدا وأيضا السريعة طبعا أكيد نخلط المواد أو ممكن نخلطها مع بعض لبعض ف تكون تخلط هذا يبدأ بشوية من المعدنوس معدنوس جدا مع نعناع حتى تكون في عدة الحشوة أنتظر لحد ما أن يكون عندي الماء ساخن مثل ما ذكرنا أنه سيكون في عدة ماء ساخن مبين أني أقطع الخضار بهذا الشكل قطعت خضار أخذ الزيتون الزيتون يكون نعناع المعدنوس سلام 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 أخذ تقريبا كمية جيدة وأخذ مرة ثانية مع بعض من بعض الزيتون أخذ نكهة النعناع وأخذ نكهة المعدنوس لذلك أخذ مهم جدا أن أخلط المواد هذه مع بعض البعض وبعدين أخلط كلهم مع التمن ممكن أن تضيف المواد بسيطة كالبهارات هنا سأضيف البهارات هذه البهارات سأخذ الزيت 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 لا يحتاج أن النقعة أغسط الزيت 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 لأنه يكون بما نسبة عالية سأضيف الزيت 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 هذه كمية جيدة الماء بلش يغلي الماء أخذ زيتون والخضرة نضيف البيتنجان وطبخه اضيف البيتنجان اضيف البيتنجان ثوم اضيف البيتنجان ثم اضيف الحشوة الحشوة تقريبا تكون شبيهة بالدولمة لكن لا نجعلها لحم لانه اضيف البيتنجان اليوم الاكلة او ممكن ان ترى طبخات اليوم من الطبخ الاولى والثاني هي فيجترين اطباق البيتنجان اطباق البيتنجان يطري اشترين اليوم منكم نرجع ناعم 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 يا سلام سات عندي ناعمة كلش البصل مع الخضار أكثر أشياء ممكن أن نضيفها ايضاً وهي أن تضيف لها إذا أردت أن تضيف لها قليلاً من الحاموض أو قليلاً من الصوص سأضيف لها قليلاً من الصوية وهو اختياري حسب الرغبة سأضيف تقريباً حبة كاملة أو نصف حبة من الليمون سأضيف لها صلصة نصف حبة الليموني عيني نصف حبة جميلة سأضيف لها قليلاً لمندوزي أو يضيف الحاموض سأضيف لها قليلاً ممكن لمندوزي أو حاموض هذا المطprowad سأضيف حوالي جداً فبهرات الجميلة أفضل الصوص سوف أضع المواد مع بعض البعض سوف أضع المواد مع بعض البعض سوف أضع المواد مع الزيتون سوف أضع المواد مع القضاء سوف أضع المواد مع البعض هذا مجفف هذا مجفف نضيف نكهة وطعم نحاول أن نأخذ هذه الكمية جيدة ونرجح هذا مجفف ونضيف الماء الساخن حتى يكون لدي نانا تماما هذا جدر أشيلة نأخذ الفلفل كما قلت أنه سيكون لدي نانا نضيف الماء الساخن نضيف الماء الساخن حشوة أعود لن أخذ هذا مغان نضيف الماء نضيف الماء أخذهم أخذ حشوة أترك مسافة بها حتى يأخذ التمر أغلقها الفلفلية طبيعية جدا أأخذ هنا البتنجان لم يكن أحسن منه أخذ البتنجان أخذها أغلقها أخذ ثاني من نفس الموضوع أخذ ثاني من نفس الموضوع أخذ هذه أفضلها أردناها في أربع حبات أخذ هذا أخذ الأكبر سوف نقوم بشكل جيد 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 سوف نتغير بشكل جيد نضع مصر نضع مصر فلفل وبتنجان نضع البطاطا حتى لا يخرج من أداء تمام نضع البتنجان نضع 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 اللون لا يتغير نضع 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 البتنجان نضع البتنجان نضع 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 قططط نضع نضع بعض نضع 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 تمام سأضع نضيف بعض الأضافات بالماء يمكننا إضافة بعض الأضافات سأضيف بعض الأضافات سأضيف بعض الأضافات نضيف هذا القدر نضيف زيت نضيف تقريباً أربع حبات بطاطا نضيف 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 ونضيف نضيف واخذ الخضار اللي عندي فلفل وبتنجان وحاجة اخذ بوتيتا خليهم بهذا الشكل وزحهم بالقدر اخذ واحدة ثانية نفس الشي بس ما تكون تقطيع كل خشلة لانه اذا قطعتها خشلة هنا لا تستوى بالصور الصحيحة لازم انها تستوى بالصور الصحيحة وزحها بتجدر بهذا الشكل سوف اخذ لهم ملح شوية ملح جميل لدي الفلفل الأخضر سوف اخذ هذه الفلفل الأولى واخذ هذه الثانية ايضاً سوف اخذ لهم بهذا الشكل لدي البتنجان شم واحدة واحدة ثانية ثلاثة أربعة خمسة ستة سوف اخذ البتنجان اخذ البطاطا حتى اغلق بها المساحة هذه لاحظنا اخذ البطاطا بهذا الشكل نضع البطاطا هذه سوف اضع البطاطا في هذه الصورة لذلك لنضعنا الثانية لاحظنا حتى اغلق البطاطا هذا الشكل ما أحب أن يفعله مثل الدولم عادة جدا نضرقها بهذه الصورة ونضيفها بهذه الصورة عندي هنا طبعاً هذه يجب أن تجعلها قليلاً ماء لأحد ما يصير عندي السوس يعني يكون عندي السوس تماماً سأضيف أيضاً بعد ماء بعد قليلاً ماء حلوين يا عيني حلوين أضيف أيضاً بعد قليلاً ماء قليلاً 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 طعامها جيداً أضيف ليمون ملح تماماً طبعاً تكون طريقة بسيطة جداً لعمل هذا النوع الأطباق بسالة التحضير وكذلك تكون بسيطة حتى تكون في عندنا الطبخة تمام تمام لازم أن نعملها بهذا الشكل حتى تكون جميعاً جميعاً ومقصصين ماذا سأجعلنا؟ سأجعلها قليلاً سأجعلها تمام هذه أنتظرها لحد ما تكون مغلية سأجعلها 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 لا أحتاج أن يكون لدي إضافات ثانية سأجعلها بهذه الطريقة سأجعلها بهذه الطريقة سأجعلها على النار أيضاً سأجعلها تأخذ بخار الخضار وتأخذ النكات الحلوبة هذه الحشوة التي أجعلها هي حشوة نعناع ومعدنوس ثوم البصل وأيضاً من الزيتون بدون أن أستخدمها مثل ذكرت اللحم لا لحم دجاج ولا لحم عادي فقط يكون أدنى بهذه الطريقة أيضاً هذه المعنى أيضاً هذا تمام هذا أيضاً تمام الباقي الأشياء أيضاً هذه لا ترى الصلصة من مصدر نحن نضيف حتى يتنظر المصدر حتى تنظر من المصدر الحصول الحصول حيث أن يجعل نحن الضبط بالمصدر من المصدر حتى الضبط والخضار المحشية والخضار المحشية بطريقة سهلة التحضير وأيضاً كما ذكرت سريع سلطة اليوم ستكون جداً سهلة وبسيطة و سريعة ولكن قبلها سريع و رجعي مع عمد بخالدوني هذا اليوم موسيقى 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 رجعك هل يفعلين في الخارج أثناء الفاصل عندنا مهندس الصوت يقول لي مثلاً أكو واحد يخلي هالماعون اللي هو خاص بالكنافة يعني انه خلص انه هذا اختصاصه كنافة بعد يعني ما نقدر نطبخ عليه ما نقدر نسوي عليه عشياء ثانية ما نقدر نغلف به او نقبغ به لأنه هو ما يقبل انه نخلي فافون مثلاً يقول ليش ما خليت معون يا حبيب قلبي الفافون حرارته يعني يمتص حرارة اكثر من حرارة المعون العادي واثنياً انه هذا المعون شمير يعني ما رح اقدر اخليه نانا بجدرار فوسطت المعلومة ان شاء الله وسطت لأنه انا بالأخير رح اطبخ كنافة باذل طبعاً اكيد احبت المشاهدين مثل ما شفنا هنا سوينا خضار تكون محشية بطريقة بسيطة جداً هذه الخضار المحشية اللي هي نحاول انه نعملها بطريقة غير تقليدية مثل ما شفتو خلينا بها ايضاً حاشوة غير تقليدية بدون ما استخدم هنا لا لحم ولا ايضاً مثل ذكرت الدجاج بس خضروات هذه اللي يريد انه يكون عنده طبق بيشتيرين هواية هسه بلشت الناس بتحاول الى بيشتيرين هواية اشخاص شفتهم حتى من اصدقائي انه بلش يكون بيشتيرين واي شيء بلحم ما يأكله ولا اي شيء بدجاج ما يأكله اي شيء بمشتقات الحليب وغيره الى اخرها ايضاً ما يتقرب له فاكو بعض الاطباق ان شاء الله انه اخل بعض الاطباق اللي تكون خاصة بالبجتيرين كالبورغر ايضاً نعم اكل فيه بورغر بشتابل بورغر وفيه انواع كثيرة ممكن حتى الدولمة وغيرها تكون مثل ما قلت من الخضار الاصل هي اصل الخضار المحشية اللي تسمى بالدولميز اليونانية كانت بدون لحم نرجع هنا تخلصنا طبخة الاولى راح نبلش بالطبخة الثاني الي هذا اليوم اللي اطبعاً كين راح يكون في عدي ار الشوكي الار الشوكي مثل ما قلتها هو العنصر المظلوم احسه انه بالمطبخ العراقي بالاخص لكن بيه فوائد كل شيء وايه شون اقدر انه يتقبل طعمه ونتقبل طعمه ونكيته لانه بعده جديد وهو انه عمل له صلطة تكون معروفة يعني الصلطة الثاني الي هذي اليوم راح تكون في عندي الباب غنوج ادي بيتنجان مشوية ادي بيتنجان ثين مشويات ادنا الراشي و ادنا اللبن وايضا ادنا زيت الزيتون و ادنا شوية ادخل وحضيفهم حتى اعتبل بهم بس الار الشوكي ما لاحقيني مع الباب غنوج واندي ايضا ثوم الثوم هنا راح استخدمها راح يكون في ادي ثوم اللي هو مثل ما تشوفون يعني كفارق بين هذا الثومة اللي هي فريش وبين هذه اللي احنا نعلبها هذه الثانية انا اقحها بالميا والملح حتى لا تصير ادي تترك ريحة بالفم مثل ما حتشنا سابقة بحلقات سابقة شوفوا هذي لونها يختلف عن هذي هذي مخللة بمي وملح وهذي اللي هي صفها بالضبط هذي اللي فريش هذي اذا اكلها ما راح تترك ريحة بالفم هذي اذا اكلها راح تصير اكل ريحة بالفم لذلك راح استخدمها لهذا اليوم بالباب غنوج حتى انه ما نترك ريحة بالفم راح اخذ اول شي لك لما طلعت المقادير مصحح المقادير مثل ما ذكرنا راح انعيدها مرة ثانية اللي ملاحق يشوفها من بينما اني اهرس الثوم اللي عندي مثل ما ذكرت انه هذا الثوم مخلل او مو ثوم مخلل لان ما خلط خل يعني لكن يعني خالطوا يا المي والملح مثل ما ذكرت راح اخلي بهذا الشكل راح ايضا احاول انه هرس بها طريفة هذي شوفوا انه شون صار يا سلام سل بعد ما شفت انه صار عندي بهذا الصورة راح اخذ كاسا راح اخذ كاسا راح اخذ كاسا راشي وايضا اللبن راح اخذ لبن لبن يعني اللبن اخذ راشي اخذ راشي اخذ راشي اخذ راشي امشوا على حسب المقادير اذا انا ذاكره و اخذ ذيت زيتون طبعا كل شي مهم حتى يكون لدي هذا الصوص لا ببغنونج والليمون الحامض يا سلام سلام اخذي ايضا اخذ ذيت زيتون طبعا اخذ ذيتون اخذ ذيتون نصف واحدة تقريبا نصف واحدة عصر 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 ما شاء الله ما شاء الله خلينا هنا نانا وش اخلي هسه مثل ما ذكرت انه رح اخذ شوية من البهارات بها 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 كمون و بها كسبورة و بها نانا ايابس خالطهم كلهم سوية رح اخلي ملحني يعيني ملحني دلعني شوية بالملح يعيني وقلقني رح اخلي بتنجان ورا ما ضفت هذه الاضافات كلها مع بعض البعش رح سوينا نانا يخلدون اخلط المواد هذه سوية رح يصير ادينا الباب غنوج المتبل اخلطهم لا تخلوها بميكسر تخسر فواعد البتنجان ويضيع ادنى الطعم والنكا رح اضيف الثوم لكن هذا الثوم اللي هو الثوم المخلل يطيني طعم كلش طيب لكن نكهتا تكون مثل هذه الكرة تماما تماما هسه شو سأساوي رح اجيبها الصحن خلي هنا انا صبابة ايضا هذا ايضا امم صبابة ايضا ايضا اصبابة ايضا اخضر سأخذ فلفل اخضر فلفل خضره يعني اخذ فلفل خضره اضعهم في هذا الشكل وبعدين احاول انو اترمهم احاول ما يعني اترمتهم أخذ فلفل لاخ هذه طبعاً اختياريات حسب الرهبة يعني بكيفكم؟ أيضاً نفس الموضوع قطعهم بهذا الشكل أخذ الأر الشوكي نفس الموضوع أيضاً أخذه بهذا الشكل ويتقطع أيضاً مكعبات سأخذ هذا الشكل قطع هذا الشكل ثم سأخذ العر الشوكي ومع بعض سأخذ هذه المواد كلها أخذهم بها الكاسة عندي الباب غنوش جاهز سأخذ أيضاً من الليمون الحامض نصف واحدة أعصرها عليهم والثانية سأخذ القلشر خارجي وأقطعه بهذا الشكل ثم سأخذ هذه الصورة أخذ الخل أخذ الخل شوية ملح سأخذ 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 هذا السلطة سأخذ طبعاً أكيد تكون مهمة حتى يكون طعم الأر الشوكي كل شيء طيب سأخذ كل هذه الأشياء على مود الأر الشوكي سأخذ سأخذ الباب غنوش سأخذ كالوزني يا وهران كالوزني سأخذ 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 الثوم تخبل سأخذ طعم والنكهة والأرواح سأخذ طعم سأخذ طعم والنكهة مميزة للأرض الشوكي بالأخير سأخذ هذه الصورة سأخذ المقادير مرة ثانية سأخذ أرض شوكي والنكهة سأخذ هذه سأخذ مشاركة المقادير كتبوها مثل ما قلت حتى تحس بطعم والنكهة يجب تعمل هذه الطريقة والتزين مات سأخذ سأخذ سمات 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 سأخذ لا يحتاج سنرى المشاركات لهذا اليوم لدينا أمسارة من الأنبار عباس من بغداد أم قاسم من كربلا من الفلوجة حامد الجميلي من الأنبار رواع أحمد من الموصل بحمود من الرمادي مريم من بغداد مصف حكمة الرمادي وأيضا يسر العبدالله من بغداد وطبخات أمسارة لهذا اليوم يا سلام سلم يا سلام يا سلام سلم أكيد الطبخات ستكون ولا أروع من هذا أم عباس يا عيني والدولمة والدولمة وكبة حامض أيضا دولمة مرة ثانية السمات سمجة وكذلك سمجة خلتها السمج وكذلك سمجة لسمجة وكذلك سمجة 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 صغيرة مرحلة تترك على قولة أحمد الفلاح مرحلة وكذلك في الخضار المحشي يا عمي ها صورة أجنحة جيدة هذا سبزي آمنة آمنة فرابوا على طبخاتكم طبعاً طبخات ولا أربعة من عدهم الأكلات والبسبوسة البسبوسة الجميلة منصف مالدجاج لا تحبون الأكلات الأكثر دسامة الأكثر قصوة موسيقى طبعاً مثل ما نوانا حلقة تما بها اللحوم هي حلقة خاصة فيشيتيريان يحب الأكل والخضار لكن يحب الأكلات التقليلية روعة أحمد من الموصل موسيقى 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 السينيورة العبيدي اللعه الكبه يعني الكبه تحامض البيتزا قبل الدخول الفرن هذا القرع جيد محشي صنبوسك ولكن صنبوسك موسيقى ممنون ممنون على كوب المي عمي سمشة جيدة بس بدون ذيل محمود من الرمادي وين ذيل ما السمشة؟ وين الصنطول؟ مريم من بغداد والدولمة الوردية اي وردية الدولمة اول مرة ارى دولمة مريم من بغداد مريم من بغداد الكليتشة الطيبة الله الكليتشة فت قوريين مصطفى حكمة من الرمادي البشاميلو طبعا ما اطلبه منكم انتحار هجوم لماذا انتحار هجوم يا الهي؟ ممكن ان تقولين دولمة طعيفة ادنا يوسر العبدالله بغداد تفضل حبايب قلبي حارة وتجنن اتذكرني اتذكرني بذن اللوريات يكتبون عليها هذه الكتابات مثلا تركني مخطوبة لهانا و جزر كانت كاتفة لهانا و جزر هذه اخر مشاركات مثل ما شفنا المشاركات كانت كلش حلوة شكرا جزينا على الصور التي ادزونا ونتمنى من قدكم مستقبلا ان ادزونا ايضا فيديوهات حتى لو كانت بسيطة جدا لكن حلو ان نشوف فيديوهاتكم وطرق طبخكم بالخطوات والناس ايضا تشوف طرق الطبخ بالخطوات طبعا ارجع مرة ثانية اشكركم وايضا اتمنى ان تستمرون بارسال الصور على صفحة نفسة اللي ستظهرها اسا سيطلع كتابتها و ستظهر على الشاشة ايوان ايوان عندي تقريبا الطبخة هذه جهزة مقادرة كانت جدا سهلة بسيطة وسريعة كنوع من الأطباق هذه بسرعة تصيد لا تتأخر نهائيا ومثلما شوفنا المقادرة كانت جميلة شوفوا هنا السوس شوفوا لي لون الفلفل شوفوا لي لون الفلفل ايضا لون اتغير لون البتنجان ايضا تغير شوفوا هنا الموضوع يعني سهلا مسلم طريقة المقادير هي كل شيء سهلة وبسيطة جدا وايضا سريعة كنوع من الأطباق اللي ممكن انتو قدموا وممكن الكل يقدموا راح اخلي علي هذا الموعون بعدين نقلبها و اقدمها مشاهدين الاحباء طبعا نترك هذا النوع من الأطباق راح نجي لطبق الحلوية لهذا اليوم ايضا نشوف مقادرة وطريقة تحضيرها دائما مقادرة عليك ومتركوا طريقة آولا ننشف Itu هناك زبد بعد هrás ذبد سوف يكون دائما عندي خوة المدينة ايضا بعد المدينة سوف يكون حدث عندي付 Casting سوف يكون عندك مبروش جوز الهندي أين أكون مبروش؟ جوز الهند سوف يكون بها جوز غير الجوز ماذا لدينا؟ سكر حمض ماء زهر وهي المطحون ونشوف الاختراع طبعاً صارت أدنى الطبخة تماماً تماماً والخضاء صارت كلها مستوية وأيضاً تماماً أنا أرقصها شيء مثل ما نردناها هذا المطحون المجموعة اللي حلوة من البطاطا تخلوها على وجه دولما بس بالخضار ما خليت أي شيء لحم وشعب مالتها شعب استيكان شعب مالته كان عندنا مثل ما ذكرت البطاطا البطاطا مهمة والطبخة كل السهلة لا تقولوا لي صعبة بالعكس كل السهلة وهذه الطبخة تكون أعدكم جاهزة ممكن أن تقدم فوراً لأنه صارت جاهزة هنا قبل ما تكلوا إذني أجعل هذا الموضوع حيتي طبعاً المخرج كان خايف يقول لي خلدوا من تقلوبة بها صلصة أنا أعرف أن الصلصة نشفت أيوه البطاطا تأخذ كل الماء لديك معلومات جميلة جداً أنصحك أن تكون شيف مستقبلاً هذا أيضاً هذه الخضار التي استعملتها اليوم rirتها غريبة جداً لم تأكد لحم لا يوجد لحم طبعاً وضعت изنحة أو نكتها أجعلرها سوف أضع الأرض الشوكي سوف أضع الأطراف من الصنوبر التنزين أيضا بسيط وضيف هذه المواد الجميلة وأيضا سعادة كان موضوع بالزيتون لذلك يجب أن أضع الأطراف من الزيتون أضع الأطراف من الزيتون ثقائ 1960 عن الأطراف من الزيتون لا يستطيع التعليم علي aquملها رسم الطبخة في بالك وبعدها حتى تستمتع بعملها وأيضاً طعمها رأيت حاموض الحاموض أيضاً طعم ونكر كل شي طيبة ثانياً الحاموض يطينا نكهات طيبة أنا واحد من الناس أحب الحاموض لدينا مثل كنافة مثل ما ذكرت مثل كنافة هذه طبعاً في البداية أنه أسوي نوع مثل الشيرة لكن قبل كل شي هنا أنا رح أدهن قالب هذا غير اللي يعني قبغت به نشوف المقادية طبعاً بينما ندهن قالب طبعاً مهم جداً ندهن قالب كل زين نشوف المقادية طبعاً بينما ندهن قالب هذا غير القالب اللي طبخنا بالدولمو الخضار سوري يختلف مثل ما قلت في هذا الطبخة أنه في شغلة كل مهمة الشغلة المهمة بهذا الطبخة حتى تكون طيبة أنه تأخذون أنتوا قطعة جميلة جداً ونفعل شيئاً طبعاً نخلط المواد مع بعض البعض أنا لدي هذه قطعة من الفافون نخليها بهذا الشكل رح أخلي أول طبقة من الجبن وشعرية الكنافة وأوزحها بهذه الصورة طبعاً شعرية الكنافة تخلو لها زيت شوية وتخلو لها شوية جبن تكبسها كل زيت كبس بهذا القالب ثم أخلي اللي يكون بها جوز طبقة ثانية أم الجوز وطبقة أم الجبن أيضاً أوزحها بهذا الشكل ورما وزعتها بهذا الشكل شو سأكبسها أغلقها كبس كبس كل زيت كبس بعدين أتركها لحد ما يصبح قالب ما يصبح شكلها؟ تقريباً مثل هذا الشكل قالب كامل هذا أخليه في البرات خمس دقائق حتى يكون عندي جاهز الشيرة كل ما مهمة حتى نعملها لازم أن يكون في شيرة عندي ما يورد سأخلي شوية ما يورد سأخذ أيضاً شوية من ما يزهر سأخلي باودر من الهيل تمام؟ سأخذ سكر حلوة الدنيا سكر شغل النار شغل النار يعني أنا خليتها على النار سأخذها تستوي عندما أبدأ أنظر الزبدة تبدأ تماماً تماماً طرق بسيطة بطريقة بطريقة نهائياً سأخذ القطر أو الشيرة سأخذ خلط كل شعريات الكنافة مع زيت مع سكر بعدما تطحان بعدما تطحانتها أخذ معها الجوز والثاني أخذ معها الجبن غير طريقة الكنافة العادية طريقة الكنافة العادية سأخذ جبن سأخذ قنافة ثم سأخذ قنافة ثم سأخذ قنافة ثم سأخذ قنافة ثم سأخذ قنافة دائماً استخدام أوراق السليفون كواب السليفون سأساعدكم بطريقة بسيطة كثيراً سأخذ هذه الصورة سأخذ قنافة الزبوت منذها سأخذها حتى تحمس بكل جوانب الطباق مبتع مبتع الطباق الغازي مضرب مبتع بالداخل الغازي أحسن سأخلط هذه الشيرة أذوب السكر سأقوم بمثل عسل دعونه تحامض حتى لا يشكر سأخلط هذه الشيرة سأخلطها حتى نصبح تماماً سأخبرنا الأطباق سأخبرنا الأطباق سأخبرنا الأطباق سأخبرنا الأطباق من أول طبخة لأخر طبخة مهم جداً أن تعمل الأطباق كما ذكرنا سأخبرنا الأطباق سأخبرنا الأطباق سأخبرنا الأطباق الخضار المحشية التي كانت جداً سهلة وسريعة خضار محشية جميلة بمقادرها أيضاً وطريقة تحضيرها سأخبرنا الأطباق سأخبرنا الأطباق نرى مقادر السلطة نضعها على النار ذوب كل الأطباق سهلة بسيطة و سريعة نضع الزبدة نضع الزبدة نضع الزبدة نضع الزبدة يجب أن يكون الزبدة لطعم والشكل يجب أن نضيفها من الزبدة سوف نضيفها على النار مرة أخرى وأيضاً أقلب بها حتى يصبح مصر تحميصها جميلة ممكن أن تحمصها سوف أضيف زبدة وضع زبدة وأضيف زبدة وأدلحة بالزبدة هذه زبدة تكون زبدة حيوانية وليس زبدة عادية أتركها لحادة لا تتحمص يتحمص بطريقة البسيطة جداً طريقة حلوة جميلة لعمل هذا النوع من الأطباق مثل ما ذكرت كل سهلة وبسيطة وسريعة كل شيء مهم أن تعملوها وتكون أدنى تماماً تماماً ورها شكراً بعد الوقت ثلاث دقائق فقط ثلاث دقائق فقط ثلاث دقائق فقط نبدأ بالتحمص بعض الشباب حلوظ وبعدها نصل إلى جابة نبدأ أضيف الزبدة الزبدة واحدة مننا واحدة مننا الشيرة ايضاً ساعت ادي تمامي تمام اخذها بسم الله نقلبها ساعت الساعة اوكي اللي يحب انو خليها بعد ادي رح يكون حسب الرغبة وحاخذ هذا الصحم هذا الصحم شبير ناخذ هذا التختل والله حارة كله حارة وحاخذها حتى نحمص الجهة الثانية شيرة ايضاً تماماً لكن بعد ان نقلبها فقط نحمص الجهة الثانية شاطر اعظم ساحر نحن نملكه نحن نقلبها حتى نحن نقلبها نحن نقلبها نحن نقلبها اخذ اخذ اخذها بالشيرة بهذه الصورة وراها صلعتكم من كنافة اكيد ولا ارواح لا يوجد علاقة حتى تفلش عدكم بالوجه سوف يساويها شيرة كلها سوف تكون بطريقة واحدة بعد ان اضفتنا بها طريقة سوف اخذ من الصنوبر اخذ 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 وخلص هذه الطبخات اليوم التي قدرت اقدمها لكم كانت اطباق كلها بسيطة سوف نرى ما هي الطبخات اليوم خضار محشير زيتون شوكي بالبتنجان وايضا كان في عندي كنافة بالجوز كنافة بالجوز لا انه غلفتها بالجوز حتى تكون عندي بهذه الشكلة شفتوها انه شوية تلزك شوية تلزك لكن مو عندنا مشكلة هنا اول شي من تتغلف بالشيرة سوف تكون اكيد لا ارواح من هذه اضافة شيرة حلوين اتمنى هذه الحلقة اعجبتكم اكيد مقاديرها او طريقة تحضيرها ممكن تشوفون حلقة مرة ثانية بالاعادة ثاني يوم او ممكن تشوفوها على الانترنت على موقع مطبخ خلدون او على قناة الفلوج اتمنى هذه الحلقات او هذه هي الاطباق عجبتكم طبعا اكيد اشكركم لحسن المتابعة وايضا اشكر الكادر جميعا على يعني تحمل تحملون تقريبا ساعة كاملة نشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة مننا نشوف خلدون من مطبخ خلدون باي باي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة